بفعل الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأمريكي أصبح العراق من أكثر الدول التي تعاني انفلاتا حدوديا وفوضى مقصودة في إدارة المنافذ مع دول الجوار فعم الفساد المالي وأصبحت الرشا والأتوات حدثا يوميا يجني من ورائه المسؤولون مبالغ طائلة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني مصادر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت أن ظاهرة فساد إدارة المنافذ الحدودية تعرض العراق لخسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار سنويا وذلك من خلال تمرير البضائع بالاعتماد على أساليب غير قانونية بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلعا معفاة من الضريبة بأرقام غير حقيقية ومن ثم توزعوا إيرادات البضائع على ممثلي الأحزاب السياسية العاملين في المنافذ بينما ترفع للحكومة فواتير مختلفة تماما عن الإيرادات الحقيقية ليس هذا فقط ثم تطرق أخرى يسلكها المسؤولون في المنافذ لجني الأرباح على حساب اقتصاد الدولة ومنها فرض ضرائب غير قانونية على التجار كشرط أساسي لدخول بضائعهم إلى السوق الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتأزم الأوضاع الاقتصادية عدا عن المنافذ الرسمية البالغ عددها أكثر من 20 منفذا مع دول الجوار توجد طرق تهريب عدة أصبحت بحكم الشرعية لأنها تعمل على دراية من الحكومة وربما بمباركتها كون مشرع القانون ومخترقه هو واحد في حكم العراق الجديد أحزاب تمتهن تهريب وبيع النفط إلى الخارج وأخرى تعمل في مجال تهريب المخدرات من إيران ونشاطات تتعلق بفرض أتوات على تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها فساد اقتصادي شكل بيئة مناسبة لتكاثر الفاسدين وإتخامهم بالمال بينما الشعب العراقي رازح تحت وطأة الفقر والجوع ترجمة نانسي قنقر